موسيقى التأكيد على ضرورة الرفع من تنافسية القطع وتعزيز دوره في النسيج الاقتصادية موضوع نسخة ثالثة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي انطلق بالرباط ويمتد إلى غاية الواحد وثلاثين من الشهر الجارية محطة سنوية لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الوطنية وإبراز مكانتها في المنظومة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية من خلاله نضمنا وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتدامني هذا المعرض الوطني في الرباط لكن في كل جهة كان معرض وهذه مناسبة لتسليط الضوء على القطاع وإبراز أيضا الجودة والجمالية وخصوصيات منتوجات الصناعة التقليدية كما تتعرفونها متنوع من جهة الجهة المحطة تعتبر موعدا سنويا لتسليط الضوء على هذا القطاع المعطاء ومحطة كذلك مميزة لجرد ما وصلت إلهي الممارسة الحرفية بفضل جهود الفاعلين المعرض المركزي للأسبوع الوطنية للصناعة التقليدية في دورتي الثالثة يأتي من خلال السياسة الترويجية التي تنهجها الوزارة ومؤسسة الدرس الصانية لتمكن صناعة تقليديين الفرادة والمقاولات المهيكلة من ترويج منتوجات الصناعة التقليدية وفرصة كذلك للتعريف من المنتج جديدهم وكذلك لكسب مهارات جديدة من خلال بعض دورات تقليدية ومن خلال الالتقاء مع صناعة آخرين وبعض المصممين اللي يمكن أن تبقى الصناعة التقليدية المكانة اللي كان يقولها جميع الأسبوع الوطني لصناعة التقليدية منصة متميزة تساهم في تعزيز إشعاع الموروث الصناعي التقليدي ومناسبة كذلك لإبراز دور هذا الموروث في إنتاج الحضارة والحفاظ على ثرات الأمة التظاهرة هي مناسبة لإبراز ما أنتجته اليد العاملة في إطار الصناعة التقليدية وما جد في عالم هذه الصناعة كما تنعرف أن الصناعة التقليدية هي فرصة وكل مناسبة من هذه المناسبات تتخلينا نبدو ما جد في عالم هذه الصناعة التقليدية وتتوخى هذه التدهور تكريم صناعة التقليدين الحاملين لموروث حرفي عريق وأكد ساهرين على حماية والسمرارية الصناعة التقليدية الوطنية الذين استطاعوا بفضل حنكتهم وولعهم بها صونها وتعزيز إشعاعها بالداخل والخارج بالصراحة هذا المريض هو فرصة للصناع والحرفين للصناعة التقليدية باش أنهم يعرضوا المنتوجات ديالهم ويبينوا المهارات ديالهم وكنتمنى من الزور أنهم يكونوا بكثرة باش يجيوا ويشوفوا الصناعة التقليدية ويساهموا تهم في الزهار ديالها وفي تنمية ديالها باش نتمنى والصناعة التقليدية الجودة والإثقان كل صانية باش تزيد في المزاد ديالها ونطلبوها الله سبحانه وتعالى كونا تشوف المستوى سنديروا جلاب ديال الشعراء بلد وكنديروا الخياطة كل شي بلد الماكينة ما كنديروهاش أبدا وكنرجعوا للقفاطة للقدام والقناضر وجبادورات كل شي تشارى والخدمة بلد جينا نشاركه هنا في هذا المعرض الوطني اللي هو حل المعرض متميز في جميع صناعة أبهر صناعة على السعيد الوطني ونشكر الوزارة اللي هي مسؤولة على الشهادة وقد نضم الشهادة بكل زعمة بكل حيرفية وكل الشفافية وستنظم بالموازات معارض جهوية بجهة المملكة الاثنى عشر ترمو إتاحة الفرصة للساكن والفاعلين المحليين لاكتشاف ما جادت به أنامل ومخيلات صناعة تقليدين في فضاءات مفتوحة كما يتضمن برنامج الأسبوع الوطني للصناعة في دورته الثالثة أيضا لقاءات موضوعاتية ستنكب على ضرورة المحافظة على الحرف المهددة بالانتطار وشارات الجهود بقطاع الصناعة التقليدية علاوة على دورات تكوينية لفائدة الصناعة في المجال المالي وصنديم أيام الأبواب المفتوحة بمؤسسات التكوين المهني للقطاع ترجمة نانسي قنقر